السلام عليكم ما تيجي كده نعمل شوية رنجة حلوين كده في شم النسيم ونغير كده من الطريقة المعتادة اللي احنا دايما متعودين نعمل بيها الرنجة ان احنا نجيبها ونأكلها كده او حتى نديها كده صدمة كده وخلاص ان شاء الله هنعمل النهاردة طريقة حلوة وكمان مختلفة هنجيب كده الرنجة بتاعتنا ونشطفها كده بمية جارية لحد ما تنضف معانا من برا وبعد كده هنحط بقى قطع او اي حاجة هنقطع عليها عشان طبعا تبقى راحتها نفاذة جدا وهنقطع كده الراس بتاعت السمكة نبدأ نشيل نفتحها من الظهر ونبدأ نشيل السلسلة بتاعت الظهر اللي هي مليانة شوك ونقطع ايه الديل معها وبعدين بنبدأ نشيل اللي هي الحشو اللي جوه ده اللي هو البطاريخ ونبدأ نشيل كمان الاحشاء وكل حاجة موجودة جوه في البطن ونضف بالسكينة طبعا اي حاجة متباقية من الاحشاء اللي جوه البطن هحط بقى دلوقتي صنية على النار او طاصة على النار واسخنة كويس جدا وحط فيها الرنجية دي بعد بقى ما شيل كل الحاجات اللي انا قلتلكم عليها بصوا كده كنت باعمل اتنين هرفعهم وبعدين هبدأ احط اللي انا هعملهم بعدها انا هعمل نهاردة كيلو يعني اربع واحدات كده حجموهم متوسط هبدأ اشيل الراس وهفتحها كده من الظهر زي ما انتوا شايفين او من الوش مفيش مشكلة يعني تفتحوها من قدام تفتحوها من الظهر الاسهل لكم اعملوه واشيل السلسلة واقطع الديل واشيل بقى الحاجات اللي جوه دي كلها البطاريخ وكل حاجة من جوه وانا اضافها بقى كده كويس مش هشطفها تاني بعد ما افتحها خلاص وفيه ناس طبعا بتحبها نية كده ممكن تقطعها بالشكل يعني وهي نية وتخليها وتقطعها وتعملها بطريقة سهلة برضو بس انا عايز اقول لكم ان انا معتادة جدا على الطريقة اللي انا هعملها النهاردة طريقة جميلة وبتخلي الرنجة طعمها حلو جدا كده خلصنا كمية الرنجة اللي عندنا البطاريخ دي انا بعملها بعد ما بخلص تسوية الرنجة وبعملها الوحدة هنخلصهم بقى كده هنخلي اللغطة متغطى عليها وعلى نارة عالية هنسيبها كده لمدة خمس دقايق بس مش اكتر يعني لان احنا لو سيبناها اكتر هي تحدائي جدا بعد كده هنرفعها ونسيبها تبرد وهنبدأ بقى كده على القطاع بتاعتنا وبدهر السكينة او حتى بالسكينة نفسها هبدأ اعمل كده زي ما انتم شايفين لحد ما طلع اللحم كله من الرنجة برفقة جدا بالراحة علشان ما قطعهاش ويبدأ يطلع معي الجلد انا مش محتاج الجلد في اي حاجة انا محتاج ان انا اخليها بس كده نطفت معي بمنتهى السهولة هنخلص كل الكمية وهقطعهم كده ولو في شوك كبير حاسة ان هو هيدايقنا هشيله والشوك الناعم ما فيش مشكلة ده بيتاكل عادي خالص هجيب بقى بولة ونحط فيه في البولة دي نص كباية من عصير اللمون ونص كباية من الخل وكباية ونص من الطحينة الطحينة دي انا بجهزها قبل ما ببدأ اصلا في عمال الرنجة يعني بعملها في البيت طبعا هي بره بتبقى خالية وانا بحب بعملها في البيت بيبقى طعمها احلى هحط معلقة صغيرة مليلة من الكمون نص معلقة من الشطة بس كده مش محتاجة اكتر من كده هقلب بقى الخليط ده كويس جدا مع بعض هلاقي القوام بدأ يتقل الطحينة بتاعتنا بدأ يبقى قوامها سميك هاخد بقى دلوقتي بصلة كبيرة كده وقطعها صغير واحطها على خليط الطحينة الجميل جدا اللي انا عملته ده البصلة بتاعتنا كل ما تكون صغيرة طبعا نتقطعها صغيرة كل ما تكون احلى لكن الكب بتاعتي اه ما كانش اه ما كانش شغالة كويس فقطعتها كبير يعني قطعها صغير خالص بيبقى احلى وبعد كده بعد ما تقلبوها حطوا عليها بقى الرنجة اللي احنا قطعناها دي مستوية طبعا اللمون والخل والحاجات دي اه بتبقى امان كده وحنا بناكل الرنجة يعني ما بتجيب لناش كده مغص ونسبة التسمم من الرنجة بتبقى قليلة شوية فطبعا اه اه يعني اللمون الكتير والخل الكتير حلوين جدا في الرنجة انا دقتها بعد مقلبتها لقيتها محتاجة ملح حطيت ربع معلقة من الملح وقلبتها وطبعا هتتقدم مع خيار وخص وجرجير ولمون وعيش بقى بلدي كده وبجد هي بقى طعمها حلو جدا جدا وطبعا بعدها بقى اشربوا عصير اللمون كده بالنعناع او كوبايت شاي بالنعناع هتبقى طحفة جدا ننسوا الله تجربوها وتعجبكم شكرا